ان الوطن يتسع لنا جميعا وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية استجابة لدعوة رئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني والتي اطلقها سيادته قبل نحو عام تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني الاربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء وتدشن جلسات الحوار النقاشية بداية مرحلة جديدة يشارك فيها جميع فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول الى مخرجات تصب في صالح المواطن المصري وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة كان مجلس امناء الحوار الوطني قد عقد جلسته الثالثة والعشرين لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح يوم الثالث من الشهر الجاري حيث تم خلال الجلسة التي استمرت نحو ثمان ساعات عددا من القضايا والملفات كان في مقدمتها وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار ومناقشة القضايا ذات الاولوية في جدول اعمال الجلسات المقبلة للحوار وفي ضوء الاستجابة الكريمة من رئيس سيسي لاقتراح المجلس بالاشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر اكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي كامل وعلى مدار العام الماضي انتهى مجلس امناء الحوار الوطني من كافة للسعدادات اللازمة من تشكيل لجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار واشاد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بتعاون كافة اطراف الحوار الوطني على مدار العام لافتا الى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني واشار رشوان الى ان مجلس الامناء يضم 19 عضوا يمثلون المجتمع المصري بالاضافة الى رئيس الامانة الفنية والمناصق العام وقد تم اختيارهم جميعا بالتوافق بما يعكس التوازن وعدم استبعاد احد حوار يتسم بالشفافية والنزاهة لا سيما بعد اتخاذ قرار بان تكون كل الجلسات علنية ومفتوحة امام وسائل الاعلام المصرية والعالمية بما يليق بتاريخ وعراقة شعب رسم لنفسه طريقا واضحا ورسخا نحو الجمهورية الجديدة